مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من نادي الكتاب في جمال الحوار هذه الحلقة بيقدمها الأستاذ محمد حيكون معنا قريباً إن شاء الله هنتكلم فيها عن كتاب جديد وحنناقش الكتاب اللي حكينا لكم عنه المرة الماضية طبعاً برحب أقونا وصديقنا الأستاذ محمد أيسا أهلاً وسهلاً فيك أهلاً وسهلاً ويسعد لي مساك عزيزي دكتور جمال أولي شيء اليوم يعتقد أنها ليلة القدر حسب المعروف فإن شاء الله تكون ليلة خير وبركة ويتقبل الله مننا ومنكم الدعاء والصلاة والقيام نادي الكتاب بهذه الحلقات علينا بس نلخص إيش هدفنا من هذا النادي يا محمد تجيع الناس على القراءة لأنه صار عندنا وقت أكثر من السابق سابقاً كنا نتحجج أنه والله شغل العائلة الأولاد الأطفال مشاغل الحياة هذه الأمور كلها الآن ما في عذر فإحنا من واجبنا أنه نشجع الناس على القراءة والاطلاع والتوسيع المدارك والاطلاع على تجارب الناس من خلال الكتابة ممتاز إذن سنجعل الكتاب صديقنا في هذه الأيام أكيد أكيد ممتاز شو الطريقة اللي حنتتبعها بس عشان الناس تعرف اللي بتابعونا ومننا والله احنا اقترحنا كتاب الحلقة الماضية واليوم نحابين نناقشة ويالمشاهدين والمتابعين أي واحد عنده استفسار أنا بالنسبة لي لأخذك كان عندي ملاحظات وقراءات عن القصص والكتاب اللي بالمناسبة لكتاب اللي اقترحناه وكان مجموعة قصصية بعنوان تفاصيل للكاتبة السورية ديمة والنوس نعم تسع قصص قصيرة أغلب أحداث هذه القصص في مدينة دمشق ودور أحداثها في يعني ما في زمان معين ولكن يعني في المجتمع السوري في نقول يعني الأحداث ممكن تكون في أي زمن وفي حقبة زمنية معينة لأن أحداث من الواقع والشخص أيضا من الواقع والتجربة أيضا هي اللي خاضتها ديمة والنوس وكتابة هذا الكتاب أعتقد هي خلاصة تجاربها بالحياة جسدتها في قصص أشخاص جسدتها في قصص أشخاص نعم نعم هنتكلم عن هذا الكتاب وأنت محضر لنا كتاب للحلقة القادمة نعم الكتاب للحلقة القادمة اسمه خلف السدة الكاتب العراقي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه عبدالله صخي يتناول جزء من تاريخ بغداد بعد 1958 والموجة خلي نقول تاريخ نشوء مدينة الثورة في بغداد أوكي ممتاز هي مدينة الثورة هي منطقة تقع في ضواحي بغداد ما كانت موجودة سابقا ولكنها تأسست بعد السن الثورة بالسنة 1958 نحن على أيضا حطينا أول لينك للكتاب عشان اللي بده ينزل كتاب فري ونحن هنذكر في نهاية الحلقة معنا كوبال تعطيك يا الله يعطيكم العافية الفكرة رائعة كوبال إذا قرأت الكتاب السابق ممكن أبعت لك اللينك تدخل تناقشي معنا إذا ما قرأتي حنوخدك الحلقة القادمة لازم تقرأ الكتاب خلف السدة أي واحد قرأ الكتاب حابب أن يعطينا رأيه ممكن يكتبه كتابه في التعليقات ممكن يتصل بالتلفون وممكن يبعث لي ميسج على الميسنجر وأنا سأعطيه اللينك يدخل معنا إن شاء الله ممتاز محمد أنا قرأت من الكتاب تقريبا أكثر من ثلثين وصراحة لا أخفيك تعرف تحضيرات كل يوم للقناة لكن كتاب ممتع الكاتبة لها طريقة جميلة أنا شفتك أنت ماشاء الله كاتب رؤيتك قراءة في هذا أنت لازم تعرف تبدأ إذا بتكتب هيك كل كتاب بتلخصهم تعملهم كتاب لحالهم لا هي شوف القراءة بالقصة القصيرة أو بالمجموعة القصصية متعبة نعم لسبب معين ليش لأنه أنت راح كل قصة مختلفة بالسرد بالسرد وبالشخص وبالأحداث والزمان والمكان وكل هاي التفاصيل والعوامل للقصة القصيرة مختلفة عن الأخرى فأنت لازم تكون تتابع هذه وأفكارك تكون مختلفة من هذه القصة عن القصة اللي بعدها أما في الرواية الرواية تكون يعني مجراها يعني من البداية تأخذك هي من أول الصفحة للأخير يعني ثيمة مقدمة وسط صراع وخاتمة والحبكة هاي الحبكة هي تكون في نص الصراع نعم إلا أن توصل بالخاتمة ولينهاية الكتاب هذه ممكن تلخصها بيعني أسهل من القصة القصيرة حسب تجربتي اليوم طبعا الكتاب أو الكتب والقصص يعني لا تبتعد كثيرا عن الأفلام وأعتقد هاي بنشاهدها بالأفلام كثير لما أنت تبدأ تحضر فيلم تحضر أول خمس دقائق عشر دقائق بعدين تمل لأنه ما في حبكة ما في شيء يجذبك لإنهاء الفيلم أو المسلسل أو الحلقة فهاي دائما يعني أكيد يعني أحد المسلسلات أنا بتطلع شوية اللي هو كان يجذبني كتير اللي هو مسلسل Lost اللي بتوعى طيارة في الجزيرة الجزيرة صح كانت الفكرة فيه أنه ناس وبدأ يحكي لك قصصهم لكن كل حلقة كان يخلي لك شيء غريب بدك تعرف شو رح يصير في الحلقة القادمة في نهاية الحلقة بالذات يخلي هذا أيها اللي هو عنصر الجذب وهذا في الكتاب اللي هو عنصر الجذب متى كيف الكتاب ممكن يجذبك؟ كل واحد ممكن يكتب شيء لكن ليس كل كاتب يستطيع أن يجذب القارئ صحيح صحيح ممكن هذه نظرية صحيحة جدا يعني بالذات من الكتاب السيناريو اللي يعملون على تحويل الكتب إلى سينما أو دراما هذول الله يكون بعونهم حقير لأنه مشكلتهم رح تكون مشكلة بصرية مع المشاهد والمتلقي بشكل مباشر على شاشات التلفزيون من تقرأ الكتاب أنت يعني بالبيت وكذا ورح تكتب رأيك ما رح يكون يعني مثلا أنت كتقرأت الكتاب وحدك ولكن لما يصير السيناريو يتحول إلى فيلم وبالتلفزيون أنت رح تكون معرض إلى الرأي العام النقاد وكذا وهذه الأمور فلازم تكون دقيق جدا وحريص جدا شون تأخذ بإيد المشاهد من لقطة إلى أخرى ومن مشهد إلى آخر إلى أن توصل به للختاب يعني مثل ما تفضلت أنت بعض السلسلات أو الأفلام تحس بملل في نص الفيلم تحس بالملل وتقول بها وتعوفها بينما الأحداث يعني مثلا مسلسلات أو أفلام أخرى تشوقك نهاية الفيلم بحيث أنت تأخذ نفس عميق وتقول يا رب شرح يسر بالقادم وتنجب وتشوفها هذه ذكاء وحبكة كاتب السيناريو كوبال بتقول لك أنها للأسف ما انتبهت للكتاب السابق ما لدينا مشكلة كوبال نحن كل أسبوع سيكون لدينا كتاب تقريبا معناها الكتاب القادم ستكون أنت في ضيفة الأستاذ محمد وحتناقشوا مع بعض الكوبال من السيدات الرائعات اللي نفتخر فيهم أكيد أكيد والله شكرا بيها خولها بيسعد مساكن أنت دائما من المتابعات اللي نفتخر فيهم واللي فسيليتر يعني بتساعدنا دائما أهلا وسهلا فيها مخلص بقول لك أهم شيء في الكتابة البداية التي تشد المتابع ثم النهاية التي تجعله يختم ما قرأه بمتعة وتعيده مرة ثانية القارئ هو زبون صحيح صحيح جدا وهذا اللي قلناه نهمين أنه شون الكاتب ينجح بشد المشاهد والقارئ والأخذ بيده عبر الصفحاته وعبر المشاهد صحيح هذه طبعا يرادلها ذكاء ذكاء وخبرة اللي ما برف الدكتور مخلص دكتور مخلص كاتب ساخر بحب يكتب أشياء عن الواقع بطريقة ساخرة بطريقة فكاهية منه بقول لك أنا بوصل فكرة المشكلة القائمة في المجتمع ومنها برسم البسمة على وجوه الآخرين وطبعا الطريقة لها كل الاحترام مع أنه بعض الكتاب ما بيحبوها وبيحبوا الكتاب الجدية لكن هي موجودة كتابة ونحترمها ونحترم كل كتابها وأعتقد أنه حتى في الوقت الراهن مع عصر السرعة صارت من الأشياء الجميلة اللي ممكن تطلع عليها طيب الدكتور مخلص أنا مش عارف الكتاب القادم إذا يعني هي دعوة إليك من هذا المنبر أنك تقرأه وتدخل معنا في نقاشه ما بعرف إذا حدا قرأ الكتاب لكن أنا لخصت شوية نقاط هيك بسيطة جداً من زيك طبعاً حتكمل الحلقة عني بس في البداية كتب كتب أن الأدب مهنة شاقة وهاي أنا إذ لا موقع للأدب في مجتمع يلهث وراء رغيف مفقود مفقود المقدم فيصل دراج اللي أعتقد من كتب هذه المقدمة كان عايش مع يعني شخصيات القصة نعم أنت بنتعيش مع شخصيات القصة راح تكون تمر بالتجارب وخيالك يروح تكون أنه أنت مثلاً محمد ذاك السائق التكسي بالقصة التاسعة اللي هو فقير ويروح يسوق الشخص السيدة غنية جداً تروح تسوق من بيروت أنت تحس نفسك محمد صحيح فهو من كتب هذا التعبير يعني من بسبب أنه عاش هاي التجربة من خلال القراءة احتمال هو مع عايش بالواقع عاش من خلال قراءة القصة وشاف هاي بالمناسبة يعني ديما نجحت بمعاني يسميه متوالية قصصية أو هو سرد متوالي نعم الشخصيات اللي اختارتها بالرواية بالقصص مالتها نجحت بتسلسلهم من أول واحد إلى آخر واحد وكأنه شايف اللعبة الأولمبياد هذه البريد واحد يسلم الآخر أوه تورج هذه هي نجحة بالقصة مالتها أنه الشخصية سلم الأحداث لشخصية أخرى ويحكي قصته وهكذا يعني كانت مع أنها أنا لما قرأت يعني رقرأت حوالي خمسة منهم بالظبط يمكن ما شعرت بذلك التسلسل فأنت بتقول أنه كان فيه تسلسل هو التسلسل ليس شرط يكون مثلا بالأحداث نعم ولكن التسلسل بالشخصيات هي بدت من واحد مسؤول شبير ونزلت صحيح يعني بدت من المسؤول الكبير في الدولة وانتهت بمواطن فقير مسحوق وبين هذا المسؤول والمواطن المسؤول والمواطن المسحوق في عدة طبقات من المواطنين في سياسي في سيدة في سميح في كثير يعني تسع تسع أشخاص تبدأ بجعفر وتلتيب محمد طيب نحن معك الأدب مهنة شاقة والتعليق على الأدب مهنة أشق فضل طبعا أنت مهنة شاقة ليش لأنه أنت راح تكون تحت المجهر مثل ما أنت تخلي شخصياتك من تكتبهم تحت المجهر تخلي نفسك أنت أيضا راح تكون أما تحت مجهر القارئ وتفترض دائما أنه القارئين وهم حصيفين دائما وعدهم هذه الملكة بتشريح الكتاب أسلوبك في الكتابة فما تنطيهم لزمة مثل ما يقولك بالعراقي ما تنطي لزمة على نفسك مائيا من هنا تكمن صعوبة الكتابة عدا أنه الكاتب أنا يعني أنا مكاتب حقيقة ولكن أكتب شغلات هي شي من يكتب الكاتب شي يعني يعاني هواية كثير معانات لأنه أنت تتواصل فكرة تبعد تفكر وبعض وفي أحيان كثيرة تبحث تبحث عن تجارب تتعلم من عندها تقرأ أغلب يقولون أنه اللي يجون يكتبون أو اللي يكتبون لأول مرة ينصحوهم بالقراءة الكثيفة يعني يعني إنه مو انتبث والله أنا قعدت اليوم بأشر أريد أكتب ما ترهم لازم تكون عندك خلفية ثقافية جيدة أو لا بأس بها خلي نقول مو شرط جيدة المتعرف أنت أجد السوي والكاتب يعيش حالات وصراعات وهواية من يكتب خاصة من القصة القصيرة ما أعتقد بيها صراعات هواية مثل الرواية الرواية لأنه الكاتب دائما يتقمص شخصية البطل بطل الرواية صراعات بتجارب علاقات كل هاي الأمور لازم يشعر فيها طبعا طبعا أكيد أكيد مليون بالمئة مليون بالمئة طيب إحنا شو رأيك أول شي نعرف أكثر بال 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 كاتب أو لا مو مشكلة أنا طلعت عليها يعني أنه ديمة ونوس كاتبة سورية من مواليد 1982 يعني نقدر نعتبرها شابة درست الأدب الفرنسي والترجمة في جامعة دمشق والسوربون في فرنسا دمشق في سوريا والسوربون في فرنسا وصدرت لها مجموعة خصصية اللي احنا بصدد مناقشتها هي تفاصيل عام 2007 تفاصيل ترجمة للغة تفاصيل اسمه الكرسي لم تحظى بال مثل ما يقول لك الاهتمام الكبير مثل ما حضيت به تفاصيل في وقتها بعدين رواية الثانية الخائفون ديما تكتب في صحف عديدة منها السفير والحياة وموقع جددية الإلكتروني وأيضا في جريدة واشنطن بوست واختيرت من ضمن أفضل كتاب العرب تحت سن الأربعين في مسابقة تكون في يعني تحدث في بيروت اسمها بيروت تسعة وثلاثين سنة الأفضل هي واختيرت من أفضل كتاب العرب تحت سن الأربعين تعمل في معدو برامج في قناة المشرق وبالذات في عندها برنامج اسم أنا من هناك أعتقد هسا يعني خلاص عقدها وياهم أو ما أعرف سابقا كانت تعد برامج في قناة المشرق أوريينت رواية الأخيرة خائفون اللي بعدني مقاري هاني ترشح أظن القائمة القصيرة للجازة العالمية للرواية العربية سبت الـ 2018 وطبعا هي بنت المسرحي السوري الكبير سعد الله وادنوس فهي جاية من خلفية ثقافية وخزيم معرفي كبير من تجارب والدها لأنه كون أنه عاشت معاه فتشوف هذه التجارب والعلاقات ولكذا هذه التجارب والعلاقات عبدت لها الطريق للكتابة نعم هذه مختصر عن ديمة ممتاز طيب الكتاب اللي قرأنا أنت كتبت ما شاء الله تلخيص جيد فحابين نقرأ شوية منه شو رأيك أنا لخصت من كل قص يعني القصص التسعة لخصتهم بس أعتقد وقتنا اليوم ما يسمح أنه نقراهم كلهم ممكن نختار أي وحدة يعجبك أنت أنا عجبت كثير تفضل تفضل قصة جعفر جعفر الأولى يعني الأولى الرأي هذا اللي كان نعم طبعا هي شوف كيف عجبتك قصة جعفر لأنه قلت لك هذا التسلسل مهم جدا التسلسل من يشدك أول قصة مثل ما تفضل أيضا أخونا مخلص من عجبتك وشدتك أول قصة رح تأخذك إلى النهاية صحيح فهذه سر نجاح القصة هاي المجموعة القصصية خلينا أحكي شوي على ديمة والنوس وشلون تكتب طيب هذا من وجهة نظري أنا طبعا مو شرط من وجهة نظر يعني وجهة نظر يعني للكتاب أنا أعتقد أنه تكتب ديمة والنوس كتابها تفاصيل لتدوين الأحداث اليومية التي صادفنا في الحياة إضافة إلى أنها تكتب كطريقة للتأمل واسترجاع لمخزون الذاكرة وكل ما هو مسكوت عنه في فترة زمنية لسبب ما قد تكون هاي الفترة الزمنية قبل عشر سنوات قبل عشرين سنة قبل ثلاثين سنة ما فيه محدد هي تكتب لوصف العلاقة الثنائية الأزلية بين القامع والمغموع دائما يعني أغلب القصص مالها تتطرق لهذه النقطة هذه النقطة القامع المطمو وتقوم بتشريح شخصياتها التسعة أدبيا لتكشف آلامهم ومكنوناتهم الداخلية في مجتمع يعيش في تناقضات مستمرة فرضت عليه السلطة والأنظمة القمعية قيما جديدة تبدو في ظاهرها صلبة لكن جوهرها هش يتفتت في أول اختبار حقيقي مع الذات خلي نقطين على خلص خطين تحت الذات كان على المجتمع أن يتبنى هذه القيم التي فرضت عليه مكرها ما عند حال آخر صحيح هي أعتقد ديما من من خلال عملها هي أيضا عملت في التلفزيون السوري وفي صحف سورية فهي عندها الكتابة مثل التقارير الاستقصائية تبحث وتدور يعني تسأل دائما أو أسئلة دائما تطرحها في القصص ما لاتهم إنها تمثل الكتابة الاستقصائية التي تشخص الهجين وتعريه أمام المجتمع بأسلوب سردي شيق إلى طريقة خاصة في الكتابة لازم كل كاتب يكون عنده طريقة وأسلوب سردي معين لأنه إذا ما اتخذ أسلوب سردي معين ما رح يفرق محمد عن أحمد نجي على التفصيل الأولى التي هي القصة الأولى وهي سمتها التفصيل الأول في التفصيل الأول تتناول ديما والنوس شخصية المسؤول جعفر للخمسة وخمسون عاما والذي أحيل إلى التقاعد وأصبح مجرد ثري مسكين بين ليلة وضحاها تم التخلي عنه من قبل السلطة لأن أفكاره وآرائه المنفتحة في الفترة الأخيرة لم تعد تناسب الظروف المرحلة طلع التقاعد هو ولكن بعد 14 يوم تبدأ الأحداث تبدأ القصة بعد 14 يوم من إحام رأي حالته إلى التقاعد حيث يستعيد فيها تفاصيل حياته علاقاته حائلته التجارب الجديدة التي اقتحمت عليه فجأة مثل البقاء في البيت كان لم يتعلم يقعد بالبيت يذهب للصباح يذهب للمكتب واجتماعات وتقارير وكتب وكذا وهذه الأمو فجأة يلاقي نفسه قاعد بالبيت الهدوء الذي لم يعتد عليه وكيف سيتأقلم مع وضعه الجديد الذي شكل عبءا ثقيلا كبيرا يمسك بروحه ويرهقها وكيف عليه أن يعتاد على نمط الحياة الجديد حيث عليه القاء التحية على جيرانه الذي يخافونه دائما كان ما يسلم عليهم كانوا هم يخافوا منه يسلموا عليهم هم يجون يسلمون عليه فييجي ينصدم هاي الحقيقة أنه يروح على يفوت من يم الجار ما لو يسلم عليه صباح الخير شوف هذه مفارقات مزين طبعا بداخل النص فيه كثير احنا اختصرت به الطريقة لأنه ما معقول أنه نشرح كل شي نترك للآخر أنه تجربة القراءة والاستمتاع همام أو همام صديقه المعارض الذي لم يتوانى جعفر عن توبيق أيام جفروته وعصره الذهبي هو شخصية ثانوية نعم انت قرأت يمكن ذكرت من كان صحيح عليها وكذا يرجع عليها بالأخير والذي تقتن به القصة في مشهد حوار الأضداد وما كانوا ضدهم وحديثهما عن جعفر وحياته وسخطه على النظام وخوف همام الذي لا يمتلك حائط أو ظلال حائط ليتكئ عليه ويحمي روحه من الأقبية المظلمة التي لا حياة لمصير في هوائها الرطب تتضارب العواطف في الوسط الأدبي لدى ديم والنوس في قصة جعفر أنا خذت تفصيل معين صغيرون نعم ويعني بنيت عليها هذا تضارب العواطف حيث يصف سماء دمشق أنها بعيدة ولا تثير أي رغبة في الروح في حين أنها تصف سماء باريس مضحة مدهشة لدنوها من الأرض بل أنها تذهب أبعد من ذلك في وصف القرب أنه يمكن لمس السماء في باريس نعم فهي تناقضات والتضارب بين العواطف أنه أنت عايش في دمشق والعاطفة شيء وأنت في باريس والعاطفة شيء آخر أنا عجبتني عجبتني فيها جملة حكتها أنه كان يشعر بالجوع إلى مكتب المكتب والكرسي الجلدي الجلدي شبهت عشقه للمكتب أو أنه يشعر بالجوع له بالجوع طبعا هو حياته كلها قضاها يعني بالقصة أنه كل حياته قضاها في طبعا هذا أنا أعتقد واقع هو مو أعتقد بالمطلق هو هذا واقع وهذا يعني شوفوا أي واحد يتقاعد ينتابه هذا الشعور حنين إلى مكتبه إلى عمله إلى روتين يومه لأنه هو يقضي به 30-35 سنة من عمره بهذا الروتين صحيح غجأ يبعد في البيت لذلك أغلب المتقاعدين يصيبهم كآبة أو الفترة خاصة كان مسؤول وكان عنده علاقات يوم وليلت والمسؤول عندنا أنت تعرف شلونه مسؤول على الشعب نجي على التفصيل الثاني هذا كل ما عندي على التفصيل الأول لأنه أنا ما حبي أخذ هواية مشاهد من القصة عمود نترك للقارئ الخيال والتمتع بقراءة القصة تفصيل الثاني هو تمرين على السكوت واستخدامه وسيلة لتسلق السلطة شوفي شون جتي من مسؤول بعدين جتي إلى وحدة راح صير مسؤول هذا قلت لك عليه اضافة إلى تناولها متلازمة عدم الثقة بين الموظف والدولة ماها تلك الموظفة التي تكره السحاب وتتشاء من العتمة طبعا أخذها كوت من ال اتبات من القصة ماها تلك الموظفة التي تكره السحاب وتتشاء من العتمة وتخشى الرعد والبرق وتخاف من الكوارث الطبيعية وتثابر على متاشباعة نشرة الأخبار الجوية وأخبار الزلازل والعاصير وسرعة الرياح أخيرا يأتي اليوم الذي ظلت تحلم به طيلة 15 عام فهي تمضي نهارا جالسة وضع طولتها معتادة تنجس عملها بشكل آلي بحث غير آبها بالخلافات التي تحدث في المؤسسة كافية خيرها شارعها طبعا 15 سنة طبعا مثل ما قلت لك هناك تفاصيل كثيرة ولكن نحن دعنا نختصرها طبعا يتم ترقيتها إلى مديرة لقسم التحرير في الجريدة يقوم المدير العام بتلقينها ما قاموا بتلقينهم إياه سابقا كيف الميسر هو مدير عام جوي لقنه هو يجي هسي لقنها أنه سلم السلطة سلم السلطة لا ينطيها هاي البروفوكاندا ودورها بالإعلام والمرحلة الخطرة وكانه العنصر مرادف للسلاح في المعركة ضد المخطط الذي يحاك ضد الأمة العربية والمواطنة العربية بس هي أبدا شوف هاي اللي قلنا عليها أنه عدم الثقة بين الموظف والدوائر الدولة هو يحكي لها عن هاي أنه شنو مهامها وكذا هاي الأمور كلها وهي بالها مويمة هي شي تقول بالقصة تقول الغريب أن مها لم تسمع المواعظ اللي تأسب بها المهدير العام لأن جل اهتمامها هو أن ترى قرار تعينها مختوما بشكل رسمي يعني هي تعينت بس لازم تشوفوا بعينها يلا تصدق صحيح هذه حقيقة موجودة أيضا عند كل موظفين الدولة أعتقد يعني زين هنا أنا يجي أنه بعدين مها من صارت مديرة والموظفين اللي وياها والوشاة مها مديرة إلا أن الخوف من المخبر والواشي يظل يلازمها عندما يتحدث اقتباس من القصة عفوا عندما يتحدث زمالها عن الوضع ويناقش المواضع الفسادة والقمع أو التشدد والتهرول مها وتخرج رأسها الصغير من الباب لتطمئن لخلو الممر من أحد الفضوليين هاي الخوف بعدين هي عن مو تصير مسؤولة تتنامع عندها خصلتان البخل تصير بخيلة أو بالأحرى هي تسمي نفسها حريصة كل الحرص على موال الدولة والثانية التفرد بالقرارات وبالمشاريع وكذا اقتباس من القصة صارت تخفي عنهم كل المهمات الرسمية تخفي عن زملائها طبعا تنفرد وحدها بتغضية الأعياد الوطنية والاحتفالات انتهى الاقتباس نقول صارت تشتري بثمن تملقها مسمارا جديدا تثبت فيه الكرسي لوقت أطول يعني هذا الشيء الطبيعي في الموظف لما يصير مدير أي طبعا القصة هذه الثانية بها شيء مميز واحد هو غزارة الحوارات الداخلية بينها وفي النفس صحيح تنتقل الحدث داخل النص من نقطة إلى أخرى لإنتاج دلالة معينة في خط متوازي للفعل الدرامي للقصة جهاد تفصيل الثالث رجل أعمال البشر الذي يملك منه هذه أيضا موجودة وواقع كثير من الأثرياء يشعرون بالفراغ والفراغ هذا لأنه هم بداخلهم ما عندهم شيء فيلجأون إلى شراء الثقافة بفلوسهم هذا هو فري ولكن عنده أصدقاء مثقفين نعم يلاحظ أنه أصدقاء دائما من يروحون عليهم الهالة والناس تعرفهم وكذا هو عنده عقد من هذا الموضوع إيش يسوي اسمه جهاد عفوا في سؤال من فريد بسأل عن قصة جعفر عن جعفر لماذا لم يتبنى أي هواية للتسليل طبعا جعفر سنسأل جعفر لكن المشكلة هي هذه رؤية الكاتبة الكاتبة كانت بدها تعطيق تركز على أنه الحالة النفسية لمعظم الشخفيات وفي ناس بسألوا قراءة جميلة جدا وتبعث الرغبة باختناع الكتاب أخ خالد أنا أحط اللينك للكتاب الماضي عشان إذا بدك تحب تقرأه كمان نعم أما غير المعلن عنها فحدث ولا حرج تشكل منظومة جهاد ومجموعة شركات دعما للاقتصاد الوطني وأحد أهم أسباب مستوى المعيشة حسب ما هو يعتقد وتشغيل اليد العاملة كل هذه الأموال التي يملكها بطل قصتنا إلا أنه خاون ثقافيا لديه عقدة نقص يقرأ رواية اسمها باتوشة الحلوة اللي كاتب بساخر اسمها عزيز نيسن يعني هي مجرد للتسلي ضحك وكذا ولكن ما عنده شي يقرأ هذه الرواية ويتخيل زوجته هي بطالة الرواية جهاد ترى يعني قصته كتير يمكن تنطبق على كتير من أبناء الوطن اللي احنا عايشين فيه أو الحال الاجتماعية هو يفقد إلى التألق مثل ما قلت لك نعم وهذه تلك الرغبة اللعينة التألق تدفعه للقراءة لذلك هو مجبر على قراءة وتصفح الكتب السياسية والروايات والقصص والمسرحيات لا لشيء مولي المعرفة ونما فقط ليتباهى أمام أصدقائه أنه أنا قرأت الكتاب الفلاني وأنا قرأت المسرحي الفلاني يعني يبين أنه هو مواكب للمشهد الثقافي والإظهارات الثقافية وهذه الأمور كلها صحيح الذين لا يملكون شيئاً يتباهون به سوى مخذونهم المعرفي والثقافي صحيح لذلك يشعر ابن الآغة أمامهم أنه فقير وللتخلص من عقدة المثقف التي سيطرت عليه يقرر جهاد بأموالها يصبح راعي للثقافة يساهم بتمويل عرض مسرحي ضخم وإنتاج فيلم سينمائي ضخم يصور وشوف فيلم السينمائي اللي هو اختار ينتجه اختار الثيمة أنه تكون محنة عفوا محنة المواطن مع الجوع والفقر تخيل فأنا قلت الفقر الذي يعتبر ابن الآغة أحد أسبابه في الحكاية معالجة لحالة موجودة بكثرة في الوسط الثقافي العربي والتي يتعكز فيها أنا سميتها المتمثقف إما على تراث أبيه أو على ماله ليبني له مجزا ثقافيا رمليا يتهاوى أمام أول محاك ثقاف حقيقي أتوقع يعني زي ما حكيت لك هاي يعني حالة موجودة كثير في المجتمع يعني بيكون معه فلوس بس لاسف مش مثقف طبعا في ناس معهم فلوس ومثقفين مع احترامنا وحتى معه فلوس ومش مثقف بيحاول خاصة ما يجلس في مجالس رجال ومجالس مثقفين بده يقلب راية آيواء شوف نعم طرقت لشخصية أخرى بس هي ما موجودة بال بالقصة الشخصية الأخرى أنا جبتها على الهامش أنه هذا الذي يتعكز على تراث أبيه يعني مثلا أبوه كاتب ولكن أنت لا تسوش يعني قد دام أبوك كل شي ما تشغل ولكن هو يتعكز والله أنا أبي فلان أبي الكاتب الفلاني وأنا كذا هذول أهمين موجودين بكثرة وعني متعجب أنه ديما شون ما يعني اكتبست قصة أو استلهمت قصة من أحدها هاي الشخصيات كونها هي ابنة الوسط الثقافي وعايشة أمامهم يعني وياهم هواي في حالات من هذه اللي قلت لك عليها صحيح صحيح فؤاد حميدو هذا مسؤول حزبي فاسد وكبير وشفت القصة مالا شون هذا هذا طبعا هذا هذا حدث لا حرد يحيرون بي وان يخلوه من دائرة لدائرة ويجيبوه منا ويودوه منا وبعدين واشي واحد من ذول الكتاب التقارير الصغار ينهي حياته والحزبية والسياسية والش نسميها الإدارية وكل شي زين بعد شنو تفصيل خامس شخصية حنان شخصية حنان هذي همين فيه من عندها كواية تستخدم جسدها للوصول إلى غايات وطموحات كثيرة تعجز عن الوصول إليها إلا بتقديم جسدها كهدمية هوية هاي طبعا الموضوع لهذه التفاصيلة نحن ما ندخل باية تفاصيل من القصة فيها صراع صراع الزوج اللي يعرف أنه زوجته شونش تشتغل وشون يجي بفلوس وصراع الزوجة أنه نفسيا وبعدين يدخل صراع ثالث أنه هي شون صير يعني أدات للحرب بين شخصين عدوين هم تعرفون هي خليلة هذا وخليلة هذا هذا يقول لها عوفي ذاك وذاك يقول لها عوفي هذا وهي بين نارين مثل ما يقول اتخذت الحكاية جانب واحد مكثف يكثفت طبعا بالقصة بالقصة كثفت كل شي هاي أحداث بها اتخذت الحكاية جانب واحد مكثف من الجوانب الحياة الإنسانية تغلب فيما الصراع مثل ما قلنا على طابع التفصيل الخامس وقلنا هاي شون انه ذول حب الامتلاك والصراع بيناتهم ولكن من سخرية القدر ان حنان تعتبر اتخاذ قرار بشأن الصراع الأفضاد أمرا ثانويا مويمة يبدأ توصل ستفكر فيه ليلا عندما تندس في الفراش وتتأمل العتمة وتفكر قليصار عن بيناتهم منذ روح تنام هي عد تفكر بالموضوع ويصير خير مثل ما يقول شوف هي مرات في القصص هذه تتركها مفتوحة عشان خيالك يا انه انت بعدين هاي ش راح تقرر وياما راح تصوف يعني هي شي تخليك تفكر بعدين اكثر صحيح يعني يمكن شخصيات احنا ما بنعرفها بس اكيد موجودة في المجتمع وسامعين عنها وممكن مغطا بغطاء ما حدا بده يكشف هذا الغطاء وهذه الحالات يعني كلها موجودة زي حالة حنان وحالة فؤاد وجعفر ونشوف يوميا صحيح ساميح سائق التكسي هذا وهي الحوار الثنائي بينه وبين الزبون يعني هذه معلمة جدا كانت صحيح اي اخر شي يعني اي يعني هو رائح لأخذ تصريح المد يدفن أمه خير فأنا كتبت عليه تفسير السادس تتناول والنوس خصية ساميح سائق التكسي في حوار ثنائي بينه وبين الزبون الذي استجره لذهاب إلى مستشفى في حرسته طبعا كل الأحداث قلنا تحدث في دي باشق لم يخلو الحوار من التهكم من الحياة وقيودها رغم قساوة ثيمة الحوار لأن الثيمة هي موضوع أم المتوفات ثيمة الحوار عن وفاة والدة الزبون وما كابدته من عناء في حياتها بين طيات الحوار هناك الكثير من المفارقات التي تختزل حياة الإنسان منذ ولادته التي تحتاج إلى موافقة وتوقية حتى مماته الذي ينتهي بموافقة وتوقية يعني أنت تجي بالمستشفى لازم أحد يوقع عليك يلا تطلع بعدين تموت لازم واحد يوقع على أوراقك يلا تندفن شوف هذه سوريالية تشعر حالك أنك رهين هذا الموقع حبيث الموقعين يعني البريقراطية أحيانا أكيد هو لتنظيم لهدف لكن بس بدلالات رمزية أكيد أكيد هو مش موضوع التوقيع على شهادة الميلادة وشهادة الوفاة لكن لا على كل شي يحدث ما بينهما ما بينهما ما بين لحظة الولادة ونحظة الموت صحيح تفصيل سابع يتناول خطاب شخصية السياسة المتأسلم وما أكثرهم هذول نعم عمر عضم مجلس النواب وازدباد شخصيته ومتاجرته باسم الدين على حساب الفقراء والمستضعفين من الشعب هو بنى جامع والأحداث تدر طعفون تحدث أثناء القاءة يوم الجمعة خطبة أو كلمة في افتتاح الجامعة الذي بناه بملايين الليران بحثور كبار المسؤولين في المدينة حيث ينهال على الجمعة الحضور بأنواع الحكم والمواعظ والإرشادات مستدلة بالآيات القرآنية الكريمة حديث النبوية الشريفة مبيناً ومكانت وأهمية الجامع في توحيد صفوف المسلمين وكيف كان مكاناً لأن هذه الحادثة صارت حقيقية في سوريا بعض الجوامع كانت مكاناً لانطلاق المجاهدين الذين هبوا الالتفاع عن حياظ الدين ونصرت إخوانهم في العراق ضد المحتل الأمريكي هذه الحقيقة أنه كانوا من الجامع يطلعون ويجون يقاتلون الاحتلال الأمريكي بعدين الموضوع يعني خرج عن سياقة وصار يقتلون العراقيين يعني ضمير الفاعل هو الراوي الوحيد وتكاد تخله القسم لحوارات هذا المقطع الأخير اللي هو مكثف ويختصر شخصية هذا الشخص الأختبس منه يقول ضحكت عيناه ابني صيحة للعمر ابن عمر يصيحة من المجلس فبالاقتباس يقول ضحكت عيناه وهمس في أذن أبيه أن السيد قاسم عبدول وكيل سيارات همر الأمريكية ينتظره في الخارج وأنه أحضر معه السيارة السوداء التي اشتراها عمر منذ أسبوع ولم تكن جاهزة بعد ليفاجئه بها في هذه المناسبة الخاصة الله يعني افتتاح مسجد وسيارة لا افتتاح مسجد وأنت تدعو لمقاتلة الأمريكان ومشتر سيارة همر همر سبحان الله يعني هذه 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 يمكن شخصية فعلا نحن نشوفها في المجتمعات ولكن نكرهها ولا نستطيع أن نقول ذلك يعني أنه شخصية أنا أعتبرها ضعيفة ضعيفة لأن الشخصية بتحاول تستغل الدين لأسباب خاصة شخصية هو هذا ما يعني ما رد ندخل في تفاصيل أكثر بهذا الموضوع لأننا راح نجرنا سياسيا وعنا في غنى عن هذا الموضوع احنا يعني تقطت موقف واحد واستخدمته رمز ينطوي على أبعاد في غاية العمق وتغوص في أعماق الألم الإنساني كيستستخرج اللقطة الموحية المليئة بالدلالات في حدث صار بينها وبينزوجها وفي يعني شغلات صارت تفصيل التاسع والأخير اللي قلنا عليه لأنه محمد ها طبعا جرأة الطرح عند ديمة رهيبة نعم رهيبة جدا خاصة أنها تعيش في ذاك الوقت في ظل نظام شمولي ما نقول استبدالي ولا هذا خافي زعلون الأخوان نسميه نظام شمولي وأنه تنتقد الوضع بهذه الطريقة أعتقد هي جرأة من عدها ونجحت إلى حد دماء التفصيل التاسع والأخير هو محمد ذلك السائق والفقير الذي يعمل سائقا لدى امرأة ثرية أصحبها في مشوارها إلى بيروت من البداية بداية القصة في وصف عميق جدا إلى محمد ورؤيته للشارع والحائلته وحالته وكذا وسيارته وهذه الأمور كله بس أنا ما طرقت له لأنه يضيع حلاوة التشويق يسحبها في مشوارها إلى بيروت للتسوق بأحدث المهركات العالمية تبدو أحلام محمد الفقير في القصة عادية وترمز مع ذلك إلى أن أحلام ينتظر الليل لتحقيقها ولكن هذه الأحلام تنتهي حالة رجوعه إلى البيت وتسليمه إلى الأمر الواقع من يشوفه أولاده وجهاله هو من شاميها في السيارة ويشوفه تشتري ويحلم أنه هو يسوي شيء وكذا ويقول لك أنا اليوم أروح للبيت أحلام هاي الموار بس يجي للواقع ينصدم ينسى كل شيء القصة معالجة سردية للواقع المرير والفارق الطبقي الذي تعاني منه مجتمعاتنا يتجسد ذلك في مشهد دفع الفاتورة عند الكاشير أقتبس منه قالت لها المحاسبة فقط ألف دولار يا مدام تزعزع باع الوصف تزعزع أوصال محمد شعر بالاختناق أحس صدره بضيق وبدأ يتضاعل بس معالف دولار بالنسبة له كثير طبعا طبعا انتابت كل هاي المشاعر والانفعالات كل هذه الانفعالات هي شعور حقيقي انتاب الفقير دائما بالحقيقة حقيقة هذه عندما يصطدم أو ينصدم بمشاهدة مبلغ مالي كبير أنا برأيي أنه والنوس نجحت في تجربتها القصصية الأولى وفي تجربة التوالي القصصي حيث توالت الشخصيات واحدة تلو الأخرى بإنسيابية كبيرة وكملة تفاصيل المشهد المجتمعي الجزئي الذي اختارته الكاتبة إنه اختارت شخصيات من المجتمع لا يمكن أنه تختزي المجتمع كامل بمجموعة قصصية وهذا مستحيل يصبح ولكن شخصيات تجربتها من المجتمع وسوي عليها قصص وتعمل عليها رواية وحفكة وكذا ممكن طبعا يعني لخصتني الكتاب بطريقة جميلة أنا قرأت الكتاب فعلا كتاب رائع صراحة قرأت أول ست شخصيات شوقتني أكمل الكتاب خاصة الشخصية الأخيرة سائق التكسي لأنه فعلا هذه يعني جمعت يمكن الشخصيات السابقة في قصة بين الثراء والفقر واللي موجودة في المجتمع وهذا شيء طبيعي يعني كل المجتمعات فيها فقر وغناء لكن طريقة السيكولوجية تبعت الشخص هاي أكيد إلها رونة إحنا شرفنا على نهاية الحلقة حابب أذكركم في كتاب أنا حطيت اللينك إذا بتحب ترجح تحكي عنه كتاب المحلف السدة الرواية العراقي عبدالله ساخي هو طبعا ممكن تقرأها واحدة ممكن أكو في كتاب ثاني مكمل إليه ولكن ممكن ينقرأ واحدة بعدين نقرأ إذا في وقت آخر نقرأ ثنائية موالته اسمها اللاجئ العراقي طبعا طبعا الكتاب رائع بتكلم عن فترة حقبة من تاريخ بغداد والعراق بعد سنة 1958 58 ففترة يعني ممكن نتعلم منها الكثير سواء ثقافيا أو حتى تاريخيا شكرا لكليكم على هذه النزهة الفكرية الممتعة طبعا شكرا لكل من كان معنا خالد صديق تعرفت عليه بالفيسبوك بالمناسبة هو فنان تشكيلي أنا شفت أعماله على صفحته بالفيسبوك فالف تحية إله أهلا وسهلا فيه بنشرف فيه إذا بيكون يوم معنا يحكي عن فنه هاي طبعا متأكيد هاي دعم الخالد مننا إنه في يوم إذا حاب يتواصلوا إينا ويحكي عن تجربته هو عايش في أمريكا أكيد متشرف فيه أي أن كان يعني إحنا مدام بتكلم اللغة العربية فهذا منبر له يعني نحن نشرفنا أن يكون كنار تيفي منبر للجميع منشكر الجميع اليوم زي ما حكينا اليوم زي ما حكينا رح يكون إن شاء الله ليلة القدر أو ليلة 27 من رمضان إن شاء الله تكون ليلة القدر سنكون معكم في بث شوية سبيشل الساعة 8 رح يكون عنا أداني المغرب زي ما عودناكم الساعة 10 رح يكون عنا الحلقة العادية اللي هي الأسر منتجة هتكون مع الأستاذ محمد التميمي رح نرجع معكم الساعة 11 و45 لنقيم معكم الليل سيكون عنا عدة نشاطات منها مقابلات مع مؤسسات خيرية كيف بجمعوا التبرعات وكيف هاي التبرعات بتروح للأشخاص المحتاجين في الدول المحتاجة رح يكون عنا أيضا قراءة للقرآن الكريم من الحرم المكي رح يكون عنا ختمة القرآن رح يكون عنا بعض الأدعية كما سنقوم في ساعة من الساعة 12 للساعة واحدة إن شاء الله بقراءة القرآن مع بعض فهذه دعوة للجميع اللي بيستطيع أنه يقرأ جزء من القرآن حنوزع الأزاء بشكل كامل بحيث أنه تكون ليلة مباركة إن شاء الله نقرأ القرآن مع بعض نخلص قد ما نستطيع من القرآن وبعدها ندعي دعاء الختمة ودعاء القنوط عسى الله أن يفك عننا وعنكم وعن أهلنا في المهجر وأهلنا في الوطن كل كربة وكل هم وأن ينالوا الحرية والكرام إن شاء الله اللي يستحق الجميع سواء في الغربة أو في الوطن لأننا جميعاً نحتاج هذه الأشياء شكراً محمد ننتظرك في الأسبوع القادم يا الله بس حاول تقرأ الكتاب أنت الأسبوع القادم والله إن شاء الله ومئة وستين صفحة فس مشوق جداً إن شاء الله نحاول أختار كتب قصير يعني عدد صفحاتها قليل لأنه قلنا أسبوع شوية فترة قليلة لقراءة كتابه في 300 أو 400 صفحة إن شاء الله يا ربي يتقبل من الجميع الصيام والقيام والطاعات وصالح الأعمال يا رب العالمين والله يبارك بكم وهدى فاتها اللايف بتقدر التسجيل إن شاء الله هدى الكتاب موجود وهدى من القراءات اللي يعني كتير بحبه الكتاب فتوقع أنها لازم تعمل أنها برضو هي ملخص لكتاب فهل نعطيها أسايمنت سون إن شاء الله لازم لازم إن شاء الله يالله تشبحون على خير سلام عليكم نراكم قريباً شاء الله